كممثل لجامعة الدول العربية أود أن أبلغكم أبلغ هذا المجلس المؤقر بأنه من نافلة القول لدينا الإقرار بأن الشعب الفلسطيني قد أثبت أهليته الكاملة لإقامة دولته المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ونحن نعتبر أن فلسطين مستوفية تماماً لمعاصفات الدولة كما وردت في اتفاقية منتفيديو لعام تلاتة وتلاتين وبالتالي فإن الحديث عن تأجيل خروج هذا الأمر إلى حيز النفاذ هو أمر مسيء لتطلعات الاستقلال الفلسطينية وفيه استهانة بالحقوق المشروعة لشعب ذي حضارة عريقة لا يرغب سوى في الاستقلال والحرية بعد أن تمت التضحية به في لعبة الأمم منذ ما يزيد على ثمانية عقود ليصبح الشعب الوحيد في العالم حالياً الخاضع لأبشع صور الاحتلال العسكري المتغطرس ترجمة نانسي قنقر